نقاط كثيرة أثارها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقاء مع الولاة والحكومة لكن من أبرزها حديث الرئيس عن أطراف داخل الإدارة الجزائرية تعمل على ضرب استقرار البلد أطراف اتهمها الرئيس بالولاء لمن أسماهم العصابة في إشارة إلى مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وأغلبهم مسجون بتهم فساد نرهم يتحركوا اللي كانوا يلعبوا بالملايير وركم تشوفوهم ما زالوا في السجن ومئات الملايين تحهم ملايين دولارات تتوزع في الخارج شكو اللي خرجهم شكو اللي يعطى الأوامر شكو اللي وصل الأوامر هذي باش عشر ملايين دولار تخرج فلا تمشي الفلان ولا فلتان الاستفتاء على الدستور كان حاضرا أيضا في كلمة الرئيس الجزائري الذي طلب من الحكومة والولات الاستعداد لتنظيم استفتاء شعبي على مسودة الدستور وأدعوكم من الآن إلى الاستعداد لمرحلة الاستفتاء حتى نوفر أفضل الظروف والشروط المادية والنفسية لتمكين المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطني تغيير الدستور الجزائري كان أحد أهم الوعود الانتخابية لعبد المجيد تبون وبعد استلامه السلطة في ديسمبر الماضي عين التبون لجنة لسياغة دستور جديد مسودة أثارت الكثير من الجدل منذ الكشف عنها في شهر مايو الماضي حيث اعتبر الكثيرون أنها جاءت دون تطلعات الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام عبد العزيز بوتفليقة خاصة ما تعلق منها بموضوع الحريات وصلاحيات الرئيس ورغم أن دعوة بعض ناشط الحراك وأحزاب سياسية إلى إعادة النظر في سياغة مسودة الدستور فإن التبون ماضي على ما يبدو لحد الآن على الأقل في طرحها بسيغتها الحالية في موعد ما زال لم يحدد بعد